احنا الان نريد نتكلم واحد ويا الاخر شنقول لواحد للاخر انقل انقل لا تو بالفارسي تو يا شما شنو الفرق بين التو وشما شنو الفرق بين انت وانتم شنو الجواب تقولي بانه انت ما بيحترام ولكن شنو انت عندما تعبر عن الفرد بالجمع يعني تعتبره شنو واحد كامة مو هكذا سؤال هذا ما هو من شأه هذا الرجل يحلل يقول بانه اذا كان المجتمع مجتمع لا توجد فيه فوارق طبقية فعادة يعبر احدنا عن الاخر بماذا شنو انت اما اذا صار هناك شنو شنو طبقية هذول طبقة الاشراف هذول طبقة الوسطى هذول طبقة المساكين والفقراء فعندما يريد يعبر عن طبقة الاشراف شنو اعبر مولانه ها يقول حضرة المعالي جنابكم الكريم وهكذا اما يريد يعبر عن ذول المساكين شنو اعبر مولانه ها يقول هذه اذا اذا وجدتم اللغة لطيف هاي النقطة التفتول جيدا اذا وجدتم اللغة ذهبت الى التبجيل في التخاطب اعرفوا ان المجتمع مجتمع شنو هو طبقاتي هسا بغض النظر علمي مالي ما ادري السياسي مو مهم المهم فيه طبقة له طبقات ها طبقات اما اذا وجدتم انه لا فيما بينهم يتكلم بعضهم مع بعض ولا كأنه هذا رئيس او هذا مرؤوس او هذا غني او هذا فقير كأنه واحد ماذا شنو منهم وهو منهم وان كان مقامه عند الله فوق مقام الجميع ولكن كيف يتعامل معهم ها كواحد منهم او فوقهم مولانه ما ادري الله شايفين الروايات ان الذي كان يأتي الى مسجد رسول الله كان لا يشخص رسول الله من باقي الصحابة يعني شنو معنى هذا يعني شنو اكو طبقية مع انه سيد من سيد الخلق اجمعين هذا اكو شك فيه هذا اعتقادنا بعد هذا هذا مو من كان حوله كان يعتقد انه خاتم الانبياء ولكن كيف كان يجلس معهم كيف كان يتعامل معهم كأنه مو كأنه بل هو فرد منهم ولهذا عندما كان راكب على مركوبة بمجرد ان يجد مجموعة قاعدين مولانا على طرف الشارع ده يأكلون ينزل ماذا ها ينزل يأكلوا ماذا معهم روحوا يقرؤوا روايات السنة بينكم وبين الله الان ما قل مرجع ما قل وزير ما قل رئيس ما قل ما ادري كذا اذا فدعالم متعارف مولانا يقوم بهذا العمل في الشارع شو تقولون عنها شو تقولون تقولون هذا خلاف الشأنية يسقط عدالته مولا ليس كذلك خلاف الشأنية يا بيني وبينها المرارا قاعد هذا المثال بيني وبين الله يمشي بالشارع مولانا يشوفهم ده يأكلون صندويشات مولانا هو يأخذ صندويشة ويعكلوا هاهم هذا شي يصير مولانا لماذا لان المجتمع بطبيع تتحول الى مجتمع شنو طبقي بغض النظر انه الان انت هسا موافقة وتقول لابد احترامه بل احترامه ولكن احترامه عند الله مو احترام شنو ان يعطى امتيار انتوا الان من تدخلون مجلس مولانا اي مجلس هذا المجلس اهلا انا اجلس هذا المجلس مولانا انا اقعد على الميز مولانا انتوا وانت قعدوا على الأرض هذا كان يفعله رسول الله أو لا يفعله لا أبدا أبدا إلا إما كان يفعلونه أو لا يفعلونه أبدا أبدا الآن يدخل أي مجلس علمائي بيني وبين الله حتى الكرسي اللي يقعد عليه يختلف عن كراسي شنو الآخر يقول لنا هذا في النتيجة ما هو هذا طبعا هذا من يجير يعبر عنه بعد ما يقدر يعبر عنه من يتعامل مع الآخر يقول له انت يقول للمرجع ما لم شنو انت ما يقدر شي يقول له مولانا سماحتكم بنا يا ريتم فقط توقف عن سماحتكم فد 12 لقب لابد يذكر حتى يجيب شنو حتى يجيب لسم من هنا هذه الطبقية أي طبقية كان في المجتمع على مستوى الألفاظ تولد ألفاظا تبجيلية إذن الطبقية شي ولد في اللغة الطبقية الواقعية الاجتماعية شي ولد في اللغة ها حضرتكم جنابكم و و و الى اخر خلاص هذا هذا التبجيل خلو ذهنكم يمي هذا التبجيل على مرور الزمن مولانا يتحول الى تقديس شئت ام ابيت فيصير هذا الموقع بعدما كان مقتضى النص القرآني ان يكون واحدا من ماذا منهم اكرمكم عند الله مو في ما بينكم تعطوا امتيازات لا تعطوا للاخرين هذا التبجيل يتحول الى تقديس فاذا صار مقدس يصير خط شنو احمر فاذا صار خط احمر من لا يقبله فاسق ضال كافر خارجه